عاملة ايه؟ تمام كله تمام كلامك قليل وغناكي مش كتير قوي بس مؤثر زيادة عن اللزوم يا أمل عام شكرا تعالي نبدأ من الأول أنا عارف أنه كلمتي حرة عمرها كده عشر سنين وبعدين اتغنت من سبع سنين في الحفلة بتاعة أوسلوب بتاعة جايزة نوبل في 2015 أنا عايزة أعرف الأول القصة بتاعت إنه اختيار أمال مثل وتي واختيار كلمتي حرة إنها تتغنى في نوبل جات إزاي؟ هي من أول 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 الأغاني اللي لحنتها كاتبها شاعر تونسي اسمه أمين الغزي وكنا في مهرجين سينما الهوات في قليبيا في تونس مدينة قليبيا في تونس وعطاني هكا متوية صفحة متوية في 12 شنطوية وقالي كان حبيت تغنيها غنيها فقعدت معي الورقة هذي كان متوية وكل مرة كنت نجرب عليها لحن وما كانتش لحكاية ماشية وكانت عندي لحن كنت نجربه على برشة أشعار أخرى فنهار من نهارات جربت اللحن اللي عندي وجربت الكلمات متاع أمين فصارت يعني قصة حب يعني في اللحظة هذيكة ما حاسيتش روحي إن اشتغلت أكثر بش نربطهم ببعضهم يعني كنوا مشين مشين مع بعض أمل يعني أنا أشوفه صححيني أنت من النماذج القليلة جدا في عالمنا العربي اللي مش بس وصلت للعالمية بالمعنى الحرفي للوصول للعالمية لكن كمان أنه أنت بتلحني وبتقلفي وبتغني وبتلعبي درامز وبركاشنز فهي حالة على بعضها بس الأول هتكمليلي إزاي روحتي أصلا الناس بتاع نوبل كلموكي إمتى إزاي ليه إلا حصل أنا كنت وقتها نشتغل على ألبوم جديد اسمه إنسان اللي طلع في 2017 فما كنتش يعني في تورينج مود ولا حتى حاج جاني الإيميل وأنا ما كنتش سامعة برشا على حكاية اسمها نوبل بيس برايس كونسرت تفرجش على شوية فيديوات يعني I wasn't impressed صراحة لكن من بعد قالوا لي نحبوك تغني في يعني في في السيريموني على خطر في النوبل بيس برايس فما السيريموني في السيتي هول اللي هي يعني اللي هي The City Hall The City Hall وإنا كنت أول فنانة يعني في العادة دي ما يجيبوا سترينج كورتتز يعني كلاسيكول ميوزيك فكانت أول مرة قرروا أنهم يجدوا ويجيبوا يعني فنان يعني باوب روك بش يغني في مع مع تسليم الجايزة أنا كنت متخوفة برشا وكمان كنت أول فنانة عربية في في السيتي هول مع جهزة تسليم 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 جهزة تسليم جهزة مابل للسلام وكنت مش نغني بالعربي يعني يقدم جمهور كله نرويجي أغلبوا نرويجي كانوا فم توانسة بطبيعة لكن كان أغلبوا نرويجي وفم يعني الملك والملكة والأمير والأميرة وكل يعني المهمين النس مهمين متع نرويج الناس المهمين بتوع العالم ما كانش بس بتوع العالم لكن أنا كنت يعني في العالم متاعي فقررت أنه نطلع على المسرح ونغني كما نعرف نغني رغم التخوف الكل وحتى يعني في آخر في الفيديو نشوفها يعني قررت أنه نقولهم يصفقوا في آخر الأغنية كما يعني متعودة في الحفلات متاعي يعني كنت لحظة عفوية برشا والناس يعني قاعدوا منبهرين خطر حتى الملكة صفقت لحاجة يعني مش عادية طبعا وبعد النهار هذيك من الغدوة كان فيما الحفل اللي استدعيوا فيه فنانين من العالم وفنانين معروفين وكل وفي الحفلة الثانية غنيتها مع الأوركسترة اللي كما شفناها توا يعني كانوا ثلاثة أيام حاسيتهم تكوش عليهم متعداوا يعني عام كامل كلهم مفاجئات ويعني الفوق أنت عارفة أنه كان لفت للنظر بالنسبة لي جدا بجانب بالتأكيد صوتك الرائع والموسيقى العظيمة وما إلى ذلك أن الحفلة دي اللي كان فيها كريمة العالم اتعاملوا وانت بتغني بالعربي وكأنهم فاهمين اللي بتقال هو ووصلوهم على ما يبدو كل اللي انت قلتيه والناس قامت وكأنهم في حفلة راك وراحوا منورين الموبايل وقعدوا يشاورولك ويحيوكي بيه وقاموا وقفوا وتصفيق حاد فتخلوا عارفة عن الله الحاسب بتاع إحنا نخبت البشرية الكل ذاب في الأغنية وفي الصوت وفي الموسيقى حاجة كانت مذهلة جدا بس أنا عايزة أسمعك دلوقتي ينفع قولي لي أوه أرجوكي 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 في شنوة تحب تسمعني اللي انتي هتختاريه أوكي لعنية هذي اسمها حلم لو كنت نغام ضعينيه وتاخذني لأحلام إيديه ونعلى ونحلق في اسمه جديده وننسى لجايا لو كنت نسافر في خيالي نزرع ونبني قصور وليالي يكبر فيها الحب وآمالي ونمحي الألام أنا سافرت ولست راجح حالاً دلوقتي مش ممكن تاتشو ده فيش هنا ودلل وليه لي بقى أنت جاية منين أنت كنت في اليابان مش كده أنا عملت جولة في اليابان في شهر ديسمبر وأنا الحالين الأكثر في أوروبا كنت عاملة جولة في آخر شهر مارس ونحضر في ألبوم جديد في نفس الوقت ونعمل في شوية كولابوريشنز مع فنانين فرنسيين وأمريكيين فحاوس شوية شوية بالتأكيد أنت عارفة أنك أول عربية تعمل تور أو جولة في اليابان آه أوكي عارف الحكاية دي مش عارف الموضوع الوافع الأية دي أنا عادنا عملنا سورتش وعادنا تكلمنا كمان مع الفريق العمل بتاعك هل في حد تاني عمل تور في اليابان قبل أمل مثلوتي فطلع أنه لأ وده بالنسبة لي برضو كلفت للنظر لأنه أنا ما أظنش أنه في جالية عربية كبيرة يعني في اليابان اللي جولك يابانيين وكانوا واقفين زي الجماعة بتوعقص له كده برضو مشدهين لا الجمهور اليابانية هو يعني عنده خاصية يسمع يصفق بسرعة ويعني أنت في وسط الحفلة تقول هما يعني قاعدين يفهموا في فن ولا قاعدين يعني تعجب فيهم الأغاني ولا لكن في آخر الحفلة تقام يصفقوا 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 يعني إعادة وإعادة 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 فكانت من أجر من التجارب في حياتي بتغني بقالك قد إيه؟ بتغني بقالك قد إيه؟ أنا تغرمت بالغني من اللي عمري ثمانية سنين تسعة سنين وبديت يعني بطريقة محترفة بديت نغني بقالي أكتر من 15 سنة تقريبا 15 سنة التركيبة بتاعت زي ما قلت بقولك بقاعدين لكم بسألك عليه التركيبة بتاعت بغني وبألف وبلحن وبلعب مزيكها كمان يعني تحديدا بتلعبي درامز وبركاشنز وحاجات زي كده ليه ليه عملتي كل الحاجات دي مع بعض ليه ما كتفتيش بإنه أنا هنقي كلمات جميلة وأغنيها موسيقى جميلة وأغني عليها وهكذا الغليبية بتعمل كده أنا بالنسبة لي الفنين متكامل يعني مش معنتها معنتها أنت تبدأ عندك وجهة نظر يعني فنك هو وجهة نظرك فأنا تظهر لي طبيعي جدا أني كي نكتب كلمات نعبر بهم أنا محتاجة أني نعبر على اللي يصير في داخلي رؤيتي للعالم للناس للحاجات اللي حوالي بعد ما نكتب الكلمات هذوكم هما يناديوا اللحن أنا ما عنديش يعني معرفة موسيقية يعني عميقة جدا لكن دايما نمشي بالإحساس فين الإحساس يهزني نمشي معه كي إحساسي يعطيني أفكار متع توزيع متع آلات نزيدهم لهنا وهي تولي نوعا من كيل لعبة نبدأ نجرب هذا مع هذا وبالطبيعة يعني بعض أعوام من اللي نكتب ونغني ونجرب حاجات يعني كل عام نزيد نحس اللي أنا نكتسب بتجربة أخرى ونزيد تقوى ثيقتي يعني في طاقاتي كمغنية بالطبيعة كفنانة لكن كموسيقية كمنتجة حاسيت يعني الحاجات هذو كل هما موجودين بطبيعتهم فعليش لنا ما نشجعهمش ومنعتيهمش يعني أسامي وخاصة كامرأة وامرأة عربية مهم جدا بالنسبة لي يتعريف نفسي مع كل المواهب اللي موجودة عندي نحس انو الطريقة اللي كبرت بها دي ما نحشم باش نسمي روحي أنا مثلا كاتبة ولا نسمي روحي فاكتسبت هذه الثقة هذيكة بالتجارب بالجوالات الموسيقية بالبلدان اللي مشيت لهم الحاجات اللي نقراهم الأفلام والفنانين الأخرين دي ما نطبع فما فنانين يعطيوني برشة إلهام يعطيوني قوة وكل مرة نزيد نكتشف حاجة أكثر على نفسي هنتكلم عن الإكتشف بسيلا ما تقوليلي ما عنديش معرفة موسيقية عميقة وطلع لنا مزيكة بهذا الشكل يعني كلمتي حرة دي مزكتك مش بس هناك دي مزكتك كل دو ما فيش معرفة موسيقية عميقة فيعني عمليا أنت هدمتي كل القواعد السابتة في مسألة الموسيقى والتلحين لما تقولي إن كل دا طالع من غير معرفة موسيقية عميقة أم لو كان في وجهة نظرك عندك معرفة أعمق كنت عملتي فينا إيه هستأزلك نطلع للفاصل ونرجع لكابل الكلام يعني إيه حد في الغنوة جوه لستوديو هو هو في الغنوة لما تتفرج عليها الكليب ما بتحصلش دي برضو تاتشود مرة كمان أمل مثل وثي منورانا دائما وأبدا أنا كنت أقول إيه بقى كنت بكلم على المسائل كنت بكلم معاك لحكاية الأغنية اليابانية ومش أغنية قلتلي تحب بغنيلك الياباني أنت غنيتي في اليابان بالياباني كمان بس أنت بتعرفي ياباني ولا ما بتعرفيش ياباني لكن حفظتي الأغنية طب وعرفتي معناها علشان تقدري تحسيها ولا إيه لا نبقى يعني تصورت أنه هي من أجمل الأغانية اللي سمعتها نعرف يعني نعرف كونش العنوان أكيمينو أوتاع يعني أغنية أكيمي فتصورت أنه فماش كون يتغزل بأكيمي ولا يعني فم حزن فم قصة حب أكيد فأنت حطتي عليها انطباعك وفلسفتك الشخصية مين العمل المزيكة بتاعت الأغنية هو مؤلف ياباني من هي أغنية قديمة برشا من العشرينات من 1920 دي هتبع أول أغنية يابانية أسمعها في حياتي بخلاف أغنية المسلسلات اليابانية أرجوك يسمعيها لي أرجوك يسمعيها لي أرجوك يسمعيها لي تَوْتَ وَسَأَرُوا سَاكَيْنَوْيُوْنَا كَوِيْوَا سُمَيْزُ إِطَوْا نَكُمَنُ أَا 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 أكي مي كناشيا إزوكوه يكو كوي نيمو يانيمو يابرهاتي أكي مي كناشيا إزوكوه يكو إحنا عايزين ملايين يسقفوه دلوقتي حقيقي يعني وإحنا برضو بندردش أو بالأدق وإحنا في الفصل كنت بتدندني لعبد الحليم حافظ دندنة أهوك صح؟ أي ما نعرفش برشة برشة غنيات متاع عبد الحليم وكل يعني كل الجيل هذك لكن أهوك نحبها برشة من قبل ما معنى أهوك اللي بتحبيها؟ ليه أهوك بالتحديد بتغنيها بتحبيها؟ اللحن اللحن متاحة نحسه يعني يمسني في الأعماق نحس منعرفش عليش الأغني هذك بالذات نحسها تحكي معايا أنت اللي بيحركك دايما هو مشاعرك أحسيسك يعني اللي بتحس بيه هو اللي بتعمليه وبس في الأكثر في الأكثر طب تعينا اسمع أهوك بطريقتك حسناً 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 أهوك وتمنى لو أنساك وانسا روحي وإياك وانضاعد تبقى فداك لو تنساني أنساك وتريني بنسا جفاك واشتق العذاب معاك ولك مغيفك راك رجعتني في لؤاك والدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعيت هايهون في هواك في هواك طول حرمانيا الحمد لله إن أنا ما اضطرتش أغني وإلا كنت هبوز الحلقة وتبقى مشكلة الحمد لله شيء رائع 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 بما إنه اللي بيحركك طول الوقت هو قناعاتك فلسفتك انطباعك أحاسيسك مشاعرك عواطفك إلى آخره أنت بتحضري ألبوم جديد وقبل كده وإحنا بنتكلم من شوية قلتيلي مهم جدا يبقى فيه صوت للمرأة الألبوم بتاعك عن كده؟ أي أنا عندي توا محسوب عامين قررت إنه يعني نعمل حاجة فيها معنا أنا عادة ديما نحاول نعطي معنا لكل حاجة نعملها خاصة في الموسيغة خاصة في الفن والغناء والمرأة هذه حسيت أنا يعني كمرأة ما حسيتش روحي ساهمت برشة حاجات بالنسبة للقضية النسوية يعني صحيح أنا مرأة قوية وكذا ونشارك يعني بصوتي وكل لكن ما حسيتش روحي قاعدة نساعد في نساء أخرين فقررت إنه خاصة في الموسيقى يعني في العالم مش كان في العالم العربي صوت النساء يعني باقي حتى يعني للنسبة المئوية متع المشاركة متع نساء في ميدان الموسيقى وخاصة في الإنتاج الإنتاج هو يعني تقريبا أكثر من 90% كله رجالي فقلت يعني مش معقول إنه فما حاجة الراجل يكون أذكى من المرأة خاصة يعني في الموسيقى وفي ميدان الإنتاج والتوزيع خاطر أنا يعني صار لي سنوات ونوزع وننتج بطريقة يعني عفوية في موسيقتي الخاصة لكن يعني يتسمى إنتاج يتسمى توزيع فقررت إنه نمشي يعني ونقابل نساء أخرين ونسمع قصتهم وناخذ رأيهم وحسيت إنه كلنا اجتمعنا على نفس القضية وهي؟ وهي إنه يعني صوت نساء مازال يعني مش مسموع كيفية وخاصة يعني في الموسيقى فيعني مديت يدي وشاركت يعني حطيت معايا نساء من العالم الكل يعني من البرازيل للصين الأمريكا الفرنسا مزلت ما عنديش نساء من العالم العربي للأسف لكن يعني في الألبوم هذية فما نساء يعني تنتج نساء توزع نساء تعزف نساء تغني بشوية بشوية قلت هذه معتها لازم يكون أول ألبوم مية في المية نسائي في العالم على حطر في أغلب الأحيان حتى كنساء يشاركوا في ألبومات وفي تأليف وفي التأليف ولا في الإنتاج ولا في التوزيع دي ما يكونوا أقلية فهذه مغامرة متاعي جديدة يعني كنت كنت أنا بديت نوصل يعني للمراحل النهائية الحمد لله لكن يعني كان مشوار صعب ومشوار زادا حسيت روحي يعني وحدي رغم اللي أنا لقيت نساء أخرين وبنات أخرين وستات أخرين في نفس يعني يحاولوا يجدوا بنفس الطريقة لكن في أغلب الأحيان دي ما كي نسأل تعرفش منتشة تعرفش دي ما للأكثر دي ما يوجهون للرجال أنا خدمت يعني أكثر أنا عندي توا محسوب عشرة سنين من اللي بديت نعمل في الألبومات وفي العشرة سنين هذوما يعني خدمت تسعة وصعين في المئة مع الرجال فهذه كانت يعني مغامرة جديدة وإن شاء الله يعني أنا فرحانة به برشة الألبوم تيبقى فيه كم أغنية؟ توا عنا محسوب عشرين أغنية لكن أكيد يعني بش نقوموا بعمليت يعني اختيار لكن أنا فرحانة يعني على الأقل فرحانة فما 12-13 أنا فرحانة بيوم برشة بس أنا مستغرب إنه ما فيش في الألبوم ده من النساء العربيات خالص كل من كل حتة في الدنيا إلا المنطقة بتاعتنا تمثلهم أمل مثلوتي فقط لا أكيد أكيد أنا مهم جدا بالنسبة لي أن يكون فما شكون مع تيمثل العالم العربي فمن الأول أنا أول فكرة جيتني حبيت يعني نشارك مع مغنية راب على خاطر الراب هو يعني بطبيعته مهوش ميدان ياسر نسائي وخاصة في العالم العربي ما عنيش برشة مغنية راب أتصلت بمغنية لكن ما جانيش رد فقعدت يعني قعدت يعني في المرحلة هذيكا ما زدتش يعني لكن هذه دعوة مفتوحة إذا كان فما فنان مش كان في الراب إن لو في رابر عربية تشارك معك أنا حبيت 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 حاجة يعني تكون مختلفة تكون جديدة وخاصة يعني يكون لقاء لقاء من نوع جديد يعني خاطر أنا موسيقتي يعني بعيدة شوية على الراب فحبيت إنه يكون مزج من الجانب هذيك يكون والتكلفة بتاعت الألبوم ده هتبقى غالية والله يعني أنا نفسي استغربت ما هيش غالية بالكل على خاطر مشيت يعني بالخطوة وخاصة أنا نخدم برشة في الدار يعني ديما نخير مثلا نمشي في الطبيعة نخذ دار ونهز يعني الإكوبمت متاعي نهز الميكرويت وكل نخير نشتعل بالطريقة هذي يعني طريقة طبيعية جدا وعلى الريتم متاعي فالتكلفة ما كانتش يعني كبيرة برشة حلو طب هل من الممكن ومن الوارد أو يجوز إن إحنا نسمع أغنية أو اتنين اللي تتفضلي بها علينا من الألبوم الجديد؟ أو هيبقى اسمه إيه الأول؟ اخترتينه اسم؟ أنا اخترت له اسم بالتونسي أحنا نقول له مرأة أما فمش نقال لي يعني كلمة مرأة مش مش كويسة أما تمشيش في مصر دياتها أم شكل أم اتور لي مش نغير يعني العنوان أما أنا نحبو يكون فيه السيمبولك ونحبو يعني يكون فيه برشة معاني في نفس الوقت إن شاء الله نتفكر الكلمات إلها هتفتكر إن شاء الله ربنا موجود إلها في حب ذاته شي قراء إنا إحنا هنبقى بنسمع غنوة من الألبوم قبل ما ينزل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أما لمثلوتي عايزة إيه بعد كده عايزة توصل لفين عايزة تروح فين إيه الحلم برشة حتات عايزة نكمل للبوم هذية ونحب وينجح للبوم هذية ونحب وينجح بطريقة أكبر من نجاحاتي متعقبل نحب نمشي للبلدين عمري ما زرتها نحب زادا قاعدة نشتغل على كتاب نحب نكتب يعني على قصتي كيفاش يعني بديت ملو الموسيقى وكيفاش يعني شاركت نكتب كتاب عن نفسك اي رائع نحب يعني نحكي قصتي بش يعني بش كان فاما فنانات اخرين قاعدين يطمحوا نحب زادة نشتغل على فيلم تكتبي فيلم قاعدة نكتب يعني في الاثنين في نفس الوقت والفيلم الباطلة متاعه هي معتها مغنية مغنية عربية خاطر بالنسبة لي مهم برشة بش نوصل صوت صوتي كامرأة عربية خاصة اللي أنا ننشط برشة في الغرب في أوروبا وفي أمريكا ونحس انه يعني مزالت فكرتهم على المرأة العربية مش 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 كيف ما مش حقيقية مش حقيقية مش مزبوطة فنحب هاكا نعمل فيلم فين تكون البطلة مغنية وفي نفس الوقت يعني مغامرة وشجاعة مش نعطي يعني الإيميج هذيك اخترتي اسمي للكتاب ولا لسه؟ لا مزلت لسه؟ يعني عندي أفكار نخمم هكا يعني حاجة اللي تربط القوة بالأمل حاجة يعني كونسبت يمكن حتى نصنع كونسبت جديد صحيح صحيح شوفي أنا لو علي عايز نفضل قاعدين كده 3-4 ساعات نتكلم ونغني وكت أتمنى كمان أنه كان يبقى في عندنا فرصة أوسع يبقى في عندنا فرقة موسيقية كبيرة مفروضة في الحتة دي ونغني وما إلى ذلك أنت هتيجي مصر تاني صح؟ إن شاء الله هتروح لحد تاني قبلية؟ لا لما تيجي تاني أنا برضو أبقى أول واحد لازم أكيد متفقين أكيد ديل ديل نورتينا وشرفتينا وأسعدتينا وحققتيلي أنا حاجة من الحاجات اللي أنا كان نفسي فيها طول الوقت إن أنا ألتقيكي وأعمل حوار معاكي وأسمعك كده قدامي فيس توفيس زي ما بيت ده حقيقي بجد من شزار والله أنا بكلمك بجد فأشكرك جدا يا أمال شكرا أنا أنا شكرك ونورتينا وشرفتينا كمجرة العادة نورتي مصر وصوتك منور المنطقة العربية بلو العالم يا أمال أشكرك وكل تمانياتي ليكي بكل التوفيق شكرا لكم جدا شكرا لكل اللي تابعونا يا بختنا نحن النهاردة كان عندنا المطربة التونسية العربية العالمية أمال مثلوتي نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجيكم التاسعة